السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لا تنسى الآن قبل مشاهدة الفيديو اضغط على زر الجرس وزر سبسكرايب ليصلك كل جديد بإذن الله بشكل يومي أنزل فيديو نتعلم في هذا الفيديو درس أساسي من دروس اللغة الإنجليزية وهو مراجعة بعض القواعد المهمة في اللغة الإنجليزية نصيحتي دائما ثق بنفسك عند الحديث البعض ممكن يقولي يا أستاذ أنا أريد أن أتحدث لا أهتم للقواعد حاول أن تتكلم لا مشكلة لكن أثناء الكلام لا تفكر هل أنا أخطأت قواعديا أم لا لا تهتم لذلك المهم أنك توصل المعلومة وضع في مخيلتك الملاحظة التي تساعدني لكي أطور من لغتي مستقبلا لدينا هذا الجملة I space أو missing word يعني كلمة مفقودة student طالب أنا طالب ممكن شخص يقول هذا الجملة صحيحة أنا طالب لكن خطأ لماذا لأنه لا يوجد فعل في هذا الجملة إذا لم يكون هناك فعل واضح في الجملة يكون الفعل am is are شخص يقول ماذا يعني am من الأخطاء الشاعة عن متعلمة لغة الإنجليزية يقول am أنا طيب تسألوا I ماذا تعني أنا هل أستطيع أن يقول أنا أنا هذا خطأ بأي لغة يقول أنا أنا ممكن أنا الثانية تأكيدية وهذا خطأ إذن am يكون is يكون وare يكون يعني يا أستاذ جميع هذه الكلمات أو هذا الإفعال معتها يكون نعم يكون لكن مع I نضع أو نستخدم am أقول I am يعني أنا أكون he she it نستخدم معها is وعدنا we you they أستخدم معهم are إذن يجب أن نحفظ بهذا الطريقة باللغة الإنجليزية تخيل أنه am ما لها شغل ألا مع I فقط يعني مجرد ما شفت am يجب أن يكون قبلها I يعني I على طول بعدها am باللغة الإنجليزية نشاهد am مكان ثاني أبدا ما تشوفه مستحيل مكان ثاني ألا برفقة I لماذا؟ لسؤولة اللفظ يعني لا أصلا نقول I is I are يهدوا الإنجليز اخترعوا لغة خلاص طبقوا أنه am بهذا الطريقة باشرة I أستخدم معها am أقول I am a student أنا طالب ممكن شخص يسأل طيب الـ لماذا أضعها؟ تكلمنا في فيديو سابق عن هذا الموضوع بالتفصيل الـ عندما أتكلم تكون نكرة هل طالب هذا هل هو طالب تدائي؟ هل هو طالب اعدادي؟ هل هو ثانوي؟ هل هو جامعي؟ إذن لا أعرف إذن استخدم A لا أصلا نقول I am student إذن سنسميها indefinite article أداة تنكير هذا الجملة This is apple إذن هذه تكون تفاحة لاحظ أستخدم A and the بهذه الحالة ممكن أختار خيارين الـ A مستبعدة لماذا يا أستاذ؟ لأنه عندنا الـ A والآن بمعنى one واحد الجميع مناكرة لكن الـ نستخدمها قبل الكلماتها تبدأ بحرف صوتي A I O U E اللي حب يحفظهم أن يكون بعدها O A I U E أحد هذا الحروف ممكن أستخدم an This is an apple هذه تفاحة ممكن أيضا أستخدم the الاثنين صحيحة This is the apple هذه التفاحة أقصد بها أنه معرفة إذن الاثنين إجابات صحيحة إذا اخترت an هذه تفاحة This is the apple إذن هذه التفاحة goes to school نلاحظ هذه نسمية S المفرد الغائب أو S الشخص الثالث بزمان present simple المضرع البسيط لا نستطيع أن نقول they goes هذا خطأ لا نستطيع أن نقول I goes إذن نستخدم she لماذا؟ لأن الاس هذه أضيفها اسم مفرد الغائب إذا كان الفعل he she it أو اسم مفرد أضيف الفعل بعده S أو E اس نسمية S الشخص الثالث الحب يرجع بالقناة موجود بشكل مفصل عنها أحمد and mary are my يعني أحمد و mary يكون space فراغ ممكن شخص يقول لماذا لم نضع is إذن خطأ نضع is لماذا لأن عندنا and صاروا شخصين دائما بلغة الإنجليزية أكثر من الشخص على طب يكون جمع إذن المثنى نقول two people شخصين two students طالبين مفرد أو جمع باللغة الإنجليزية إذا رأيت نقول مثنى أستخدم two my نلاحظ أحمد و mary my friend إذن خطأ نلاحظ abostrof s friends هذا خطأ إذن إجابة my friends إذن صديقي إذن إجابة friends هذه s الجمع لكن abostrof s سنسميها possessive s s الملكية لكن هذه s الجمع I will to school tomorrow س إلى المدرسة غدا دائما بعد will يأتي الفعل بصيغة المصدر كيف يعمل بالمصدر بدون to بدون s بدون ed إذن فعل مجرد اللحظ to لا نستخدمها خطأ أيضا ال s لا نستخدمها خطأ إذن استخدم الفعل go I will go to school tomorrow أيضا يكون عندنا eat drink وهكذا لكن المعروف الذي يجب تعرفها بعد will هذا بالمستقبل يأتي الفعل بدون أي أضافة they at home يعني في البيت last night في الليلة الماضية لاحظ عندنا are staying where باشرة من خلال الجملة لاحظ كلمة last last يعني الماضي أيضا يمكن استخدم past الماضي الماضي يعني simple past الماضي بسيط are بالمضارع staying إذا يكون عندنا اسم أو فعل لا سأستخدمها إذن مباشرة أستخدم where where طبعا الماضي من are are يكون where كان إذن أستخدم where they were at home last night كانوا في المنزل في الليلة الماضية هذا الجملة space want a drink يريد مشروب نفكر بأكثر من طريقة أول شي نلاحظ الجملة فيها question mark علامة استفهام ما عدت هذا الجملة سؤال بيكون الفعل مساعد في بداية الجملة نلاحظ you ليست فعل مساعد أنت و you أيضا أنت إذن إجابة وحيدة مباشرة أعرف أنه do you do you want a drink الحال الثاني يفكر بطريقة يجب أن نبدأ أي جملة باللغة الإنجليزية capital letter حرف كبير إذن do أستخدمها مباشرة أعرف أنه حرف كبير I was born in USA يعني ولدت في أمريكا لاحظ نعرف قبل الدولة لا نستخدم that يعني المعرف لا يعرف لكن في بعض الدول الحيب يرجع فيديو سابق تكلمنا متى استخدم that مع USA إذن استخدم that لا أصد نكرة أو an إذن USA دولة معروفة إذن دائما قبل الدولة لا أستخدم أي شيء لكن بعض الدول أستخدم قبلها ذا من ضمنها USA أقول I was born in the USA he at the hospital إذن في المشفى لاحظ مستبعد is work لأن بعد am و is و are يأتي الفعل مضاف ل ing صار احتماليا am working أو is working لاحظ مع هي شيئة نستخدم is am كما قلنا نستخدم مع i فقط إذن إجابة الوحيدة هي is working إذن he is working at the hospital I study English Fridays نعم Friday يوم الجمعة Fridays أيام الجمعة دائما قبل أيام الأسبوع بدون تردد استخدم on on Fridays قبل أشهر السنة قبل الأشهر وقبل السنوات استخدم in وقبل الساعة استخدم at درس مفصل عن on in at إذن هذه Fridays يوم الجمعة إذا استخدم on you need to go space for the road to the other side يعني تحتاج أن تذهب الطريق إلى الجهة الأخرى لاحظ through من خلال across عبر next to بجانب لاحظ طريق من هذا الجانب to the other side إذن نستخدم across عبر لكن through من خلال يكون عندنا مثلا غرفة إلى غرفة أخرى نستخدم through أو يكون عندنا باب نستخدم through لكن تعبر نستخدم across إذن go across إذن تعبر الطريق إلى الجانب الآخر where the post office نحفظ كلمة post office مكتب بريد أول بريد where أكيد لن نستخدم أين 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 البريد لا يوجد فعل جمع خاطئ صار عندنا بين R و is لاحظ the post office البريد واحد دائما is مع المفرد و R مع الجمع إذن باشرة نستخدم where is the post office إذا كان في s post offices يعني المكاتب البريد عندنا نستخدم R لكن مكتب واحد نستخدم is I live a big city أعيش مدينة كبيرة on أكيد ما أستخدم on على in إذن في to إلى إذن live أستخدم بعدها in I live in a big city I can English أستطيع الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية أخذنا can نسميها middle verb إذن فعل ناقص يأتي الفعل بسيغة المصدر بدون أي إضافة يعني بدون to بدون ing إذن نستخدم بشرة speak I can speak English I can speak English أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية my parents have يعني لدى والدي car is big إذن سيارة تكون كبيرة إذن هذا خطأ a cars لنستخدم أسل جمع والأ مفرد أيضا خطأ ضلعدنا a big car إذن they have a big car لديهم سيارة كبيرة ما هذا الشكل إنهي ندرسنا هذا اليوم رجعنا خلال 15 sentences in English إذن خمسة ساعة جملة باللغة الإنجليزية مع ملاحظات كيف أختار إجابة صحيحة ولماذا أتمنى أن أقدم الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجراس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته